خلينا بقى متفقين انه اكيد طبعا كرة القدم لا تعترف سوى بلغة الاهداف لكن ده مش معناه انه فيه لغات تانية مش موجودة لا فيه ولغة الارقام هنا لا تجذب ولا تتجمل وفيه منتعة الاهمية لانها بتكشف لك ببساطة شديدة جدا وانا لما بيجي تكلم على تحليل اداء مش بكلم بس على فكرة وجهات نظر لكن بكلم كمان على ارقام وبكلم كمان على احصائيات تقدر تكشف لك على المستوى الفردي وايضا على المستوى الجماعي مواطن القوة اللي لابد انك انت تشتغل على انك انتوا تطورها ومواطن الضعف اللي لابد انك انت تشتغل على كيفية علاجها ودي هي فقرتنا النهاردة على مواحة دماغ وكلها تحليل وان شاء الله بإذن الله نقدم لحضراتكم فقرة ممتعة بشرفنا شريف سالم محل الأداء ضيف علينا النهاردة فيه السادسة بساء الخير واهلا وسهلا بك شريف مبروك التلات نقط بتعامل لازم اقولك كده بداية تانية رأيك بشكل قبل ما ادخل في التفاصيل اجمالا شكل الفرقة ومستوى اداءها في مباراة امبي والله يخلينا نتفق ان الشكل الفرقة كان شكل كويس ويمكن ده شكل نادي الاهلي وصلا الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة عندنا اداء الى حد كبير اداء ثابت ان كان على مستوى الاستحواز ان كان على مستوى التاكتكس ان كان على مستوى الخطط الهجومية وحتى على مستوى طريقة اللعب فاعتقد احنا بشكل كبير جدا عندنا استقرار فني لكن يمكن اوقات النتائج بتبقى ليها تأثير على الجماهير انها تحس ان الفرقة مش بتقدي احسن حاجة لكن كأداء فني كشغل الفني بيحصل في الملعب كخطة هجومية ودفاعية كطريقة لعب لا اعتقد احنا عندنا استقرار فني كبير وكيرف الاهلي عالي وكيرف الاهلي عالي من وقت الترج حتى لو النتيجة ما ترجمتش المستوى ده من الأداء للأسف خلينا نتفق ان عند الجماهير النتيجة بتحدد الأداء انا ممكن اكسب واحد سفر بأداء سيء الجماهير بتكون شايفة ان انا قديت مباراة جيدة ممكن نتعادل في مباراة وانا عامل أداء جيد جدا فالجماهير تشوف ان الأداء مش أحسن حاجة لكن بعين المتخصص بالتريند اي لا الوضع بيختلف طب لو دخلت معك في بعض الأرقام اللي بتأكد النظرات دي في ماتش امبي يعني أهم الأرقام اللي بتأكد تفوق النادي الأهلي والحاجات اللي تطم من الجمهور على الأربع ماتشاط اللي جايين الفضلين بقى في مشوار الدوري نبتدي بإيه نبتدي بالأهداف مثلا أنا طبعا كل الماتشاط اللي أهلي يسجل فيها هدف مبكر بحيث ان السيناريو بيجي كألطف ما يكون زي ما بيقول بحيث ان المباراة مرتاحة التكتلات الدفاعية تفكت المساحات تتخلقت لعابة النادي الأهلي بتلعب كورتها وهي أكتر ارتياحا فبحث ان الماتشاط دي بتبقى في حتة ثانية لوحدة احنا اي فرقة بتشتغل تبقى هدفها انها تلاقي المساحات طول ما انا بلاقي المساحات طول ما انا بيعندي وقت فيه مثود كده كان بيتكلم عنها أرسن فينجر اللي هي الاسبايس تايم كواليتي ان انا بتحكم امتى ادور على المساحة المساحة لما هتدي اللاعب الكورة الوقت وانس ان هو يبقى معها الوقت هيقدر يقدم الكواليتي الجودة فالنادي الأهلي مع بيتسو مسلماني هو بيشتغل بالبستيشن جيم بيشتغل بالاستحواز وان انا اقدر ألاقي مساحات كويس النادي الأهلي بيعمل ده اكبر رقم يقدر يأكد لي ده في المتشوات الأخيرة هو نسبة الاستحواز اللي احنا بنحصل عليها في المباريات ومتش ينبي طبعا ده كان رقم كبير جدا 75% في الشوت الأول الشوت الثاني طبيعي ان الفرقة الكيرب بيبدأ يقل شوية انت خلص بتحس ان المباراة بقت في ايدك اكتر فبتبدأ ان انت تشتغل على راحة اللاعبين على بعض التغييرات فده ممكن يقلل نسبة الاستحواز نسبة الاستحواز انتهت في اللقاء تقريبا في حدوث 70% لكن وانس النادي الأهلي كان قوي كان شاريس عايز يجيب جول واثنين وثلاثة نسبة الاستحواز بيصلت 75% وزارة رقم جيد جدا جدا جدا